يا مسائل أنا ومسائل السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية النهاردة إن شاء الله من قسم المغبوزات هنعمل أحلى الأكلات وأحلى المغبوزات بطرقة سهلة ومبسطة وسريعة هنعمل الحلو وهنعمل الحادق وهنعمل أول ما هنبدأ نقول بسم الله على بركة الله أول حاجة معانا خليط النحل هنعملها بطريقة مبسطة من عجينة واحدة بالضبط هنعمل عجينة كطنية هشة جميلة وإن شاء الله هتعجبكم 100% موجودة في كل البيوت لكن الكسلة أو الحاجة إن إحنا من قدرش نعملها لنعملها بطريقة مبسطة من المغبوزات الإيطالية أو الفرنسية أو المصرية أو العربية أو الخليجية كل ده هنضمه في أكلة بسيطة مصرية وأول ما نبدأ نقول بسم الله على بركة الله نبدأ نعمل المغبوزات التركة الأساسية في المغبوزات وهي نبدأ بكوبيتين من المياه مياه عادية جداً عايزين تبدلوها بالحليب ما فيش أي مشاكل بعد كده معانا معلقتين من السكر أو 3 معلق من السكر ورشة ملح ومعلقة من الخميرة ده الصنطر الرئيسي معانا في كل المغبوزات معلقة 3 معلقة من السكر معلقة من الخميرة الفورية رشة من الملح عايزة تبدليها بخميرة الخميرة العادية عادي تبدل ما فيش أي مشاكل ونبدأ ندوبها نقول بسم الله على بركة الله هنبدأ هنبدأ نعمل العجينة بتاعة خلية النحل نبدأ بخلية النحل الأول بطريقة سهلة ومظبوطة هنعمل الكايزر وهنعمل الفينو من مغبوزات واحدة ومن عجينة واحدة وهنعمل فطيرة الجبنة الجميلة والحلو بتاعنا القوبكيك حطينا السكر حطينا الرشة الملح حطينا الخميرة والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة ومعاها معلقتين أو 3 معلقة من الزيت 3 معلقة من الزيت بالزر والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة بعد كده بحليب ننزل بالحليب البودرة معلقتين من حليب البودرة كل ده في كل تركة واحدة الخميرة مع الملح مع السكر مع الزيت بعد كده ننزل بالدقيق الخميرة الفورية اجمل حاجة فيها ان احنا بنشتغل على طول نسيبها تختمر حاجة بسيطة خالص ومتعملش ريحة كتير زي الخميرة الطبعية لما بتقعد تختمر بتقلي بالارض شوية هننزل بحوالي 6 كبايات من الدقيق على حسب الدقيق ما بياخد ممكن حضراتك تبدأ ايه بنص كيلو لكن تركتنا تركة سهلة وبسيطة واقتصادية نزلنا بحوالي 4 كبايات في الاول من الدقيق وانزل على الرخامة بتاعت الجميلة لان اصلا المغبوزات لازم تعمل مجهود شوية الرياضة الكاملة في المغبوزات والحاجات الجميلة لاطفالنا واحبابنا الكبار تجنيها في بيتك وبقالي امكانيات وفي الفرن عادي جدا عادي 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 اهو بعد كده اضيف شوية من السمسم المحمص شوية من السمسم المحمص وشوية من حبة البركة حبيت تضيفه الكمون الحصة او الينسون او الهل اي نوع من المواد العطرية جميلة جدا بتدي تركة او الزعتر تدي طعم حلو جدا في العجينة وكون العجينة بتاعتي متمونة تموين كويس شاطمية فوزي بعد ذلك الشيف الامور معانا فوزي اشرف المساعد سيب الدي بعد ازنا كاتش اطمية بس لو سمحت نعجن العجينة بتاعتي هتغوز شوية من المية حاجة بسيطة نحط شوية من الحليب بسم الله هاخد العجينة بتاعتي لازم تكون معايا ملمس ناعم بسم الله على حسب العجين الدقيقة بتاعتي لازم يكون متعدل لاستخدام العجين في الدقيقة بالذات دي المغبوزات لازم يكون لعرق جديد على حسب ما ياخد معانا في المية نبدأ نخدم ونعجن بالحبهان بال السمسم وحبة البركة الجميلة بتدي ريحة وطعم حلو جدا في المغبوزات والتركة الاساسية بتاعتنا هي رشة البيكنج بودر رشة بسيطة دايما في كل المغبوزات الايطالية او الفرنسية موجودة عشان تكون هشة معايا وحاجة ما تكونش فيها عجين زي ما احنا شايفين اوه لم المطبخ لم ويعجن بسم الله الزيت والسكر والخميرة والملح ورشة والحليب البودرة عايزين تعجنوا بالحليب الطازة ما فيش اي مشاكل نعجن بالحليب الطازة عادي عايزين نضيف بيضة نضيف بيضة عايزين تضيف زبادي كل ده اساسيات مش اساسيات عندي كلها حاجات بتتعامل فرعيات مجرد تست بتدي تست لكن انا بديها طعم وحاجات ركات حلوة وجميلة لمينا العجينة بكل سهولة وبساطة نشكل فيها زي ما احنا عايزين خدت الملمس الناعم زي ما احنا شايفين اوه العجينة حاجة جميلة وسهلة ولزيزة واقتصادية نبدأ نجيب الصينية اي صينية بعد كده نقطع تقطيع خليط النحل زي الكايزر بالزبط تقطيع بتاعي على حسب الحشوات اللي احنا نحبها هنعملها شوكولوطة هنعملها مربة هنعملها بالجبنة نعملها باللحمة المفرومة ما فيش اي مشاكل بسم الله نفس النظام هنعملها الكايزر نعمل منها الكايزر ونعمل منها خليط النحل بالشوكولوطة وبالم ربا نقطع لعجينة بتاعتي ملمس نعم عزين تسيبوها خمس دقايق لكن انا هقطعها واسيبها حوالي تختمر حوالي ربع ساعة بتقفل معايا خالص الخلية بتاعتي نبدأ نجيب شوكولوطات بسم الله مكعبات شوكولوطة الخام السكين يا فوزي مكعبات شوكولوطة الخام بسم الله واقطعها اوه بشورها واقول بسم الله على بركة اللي اول حشوة معانا ايه شوكولوطة خام هنزل بها قطعة والم العجينة بتاعتي بكل سهولة وبساطة تطلع بالشوكولوطة لأطفالنا الصغيرين والكبار حلوة جدا بعد كده لم العجينة على الرخامة بسم الله او على الصينية او على الطبلية او على الصفرة على حسب ما تستخدموها زي ما احنا شايفين اوه نقفلها افل كامل ومن تحت برضو نفس الطريقة عشان ما تهربش الشوكولوطة بتاعتنا وارصها نفس النظام في المربة في الجبنة في اي صنف تحبوه بسم الله قد المربة بتاعته ايه صح يا معزب نلم العجينة وننزل عليها التانية نفس التكرار نعمل واحدة شوكولوطة تاني بسم الله مكعب من الشوكولوطة ننزل عليها ونطلع نقفل بنفس الطريقة القفل بتاعنا من تحت كامل بعد كده من فوق على قدينا بنبصمها او بنطبعها بقفل كامل بنفس النظام بسم الله ونروس على نفس الطريقة حد ما تطلع معايا على نفس الشكل بالزبط بنفس الشكل قبل الهوة بعشرة دقيقة بالزبط كنا عاملينها عشان تختمر معايا وتضعف الحجم بتاعها نفس النظام بعد كده نعمل القيزر من غير حشوات ولا من غير اي حاجات سكين ايا فوزي نبدأ بالقيزر بتاعنا والفين والمغبوزات الفطير من نفس العجينة من نفس التركة من الحاجة بتاعتنا بنعملها بطريقة سهلة ومبسطة موجودة في كل بيت بتركتها وبحاجاتها الحلوة بنحاول نبسط لكم بعد كده بنجيب القيزر قلصنا خليط النحل هنبدأ نديها فرشة بوش من الحليب بسم الله بعد ما اختمرت حوالي 10 دقيقة بالزبط بسم الله ناخد الفرشة الملح مع السكر مع الخميرة مع الزيت مع كوبايتين من المية اللي بنها نكون لهم مع بعضين كويس بعد كده ضفنا ادي ايه بالتدريج على حسب ما ياخد العجين اول حسب عدد افراد اسرة حضرتك تشكل على قد ما نقدر بترتيبات بسيطة السمسم بتاعنا اللي حطينه في قلب العجينة سمسم محمص السمسم اللي هنرشه على الوش من فوق لازم يكون سمسم ابيض عشان ما يتحرقش معايا في النار هتخش على درجة حرارة 200 او 220 ما عندش درجة حرارة في نصف الفرن يكون الفرن مسبكا قبليها مولع 10 دقايق بعد كده بضيف بنزله في نصف الفرن ياخد 10 دقايق بالزبط مع المرعاة الفرن بتاع حضرتك عشان تبدأ تعمل ادي خليط النحل خلصناها درجة حرارة 200-200 وعشرين حوالي 10 دقايق بياخد 10 دقايق بالزبط ضفنا عليه الحليب والحاجات الجميلة بعد كده نعمل القايزر بنفس العجينة الدقايق والخميرة والسكر ورشة الملح والحليب البودرة لو عجلنا بالحليب الطازة الفرش ما فيش اي مشاكل ما نضيفش حليب بودرة مع معلقتين زيت او 3 معلق من الزيت تطلع معانا تركة حلوة وممتازة بعد كده نبدأ القايزر بنفس الطريقة باسم الله بعد ما قطعناه نبدأ نفرغ منه الهواء او بيدينا بيحدى بكلة اليد او بدراحة اليد وابدأ الف معاها واضغط عشان ما تعملش معايا بتبقى تبقى قطنية وهشة في نفس التوقيت على نفس الطريقة وادي مقدر الكازر برضو قدام حدرقه مع الهواء نفس التكرار اهو صبعناها وعملناها بنعملها بكذا شكل وكذا طريقة بتتعمل في المغبوزات لو دخلنا اي فرنة واي حاجة بنلاقي مغبوزات كتير كتير متشابهة في كلتا الاحوال من عجينة واحدة بالضبط بيبدأ الحرفيين باشكالهم الحلوة الجميلة يجزبوا الزبون من البتنسة ومن البقصمات ومن الكايزر ومن الفينو عجينة الفينو واده نفس التكرار هنعمل عجينة فينو برضو نفس الطريقة هاي نبدأ ندورها زي صبع الفينو بالزبط بعد كده بنجيب لنا الشابة يا فوزي نجيب لنا الشابة ونجيب صنية مدهونة سامن او صج والتواصل زي ما قدام حضراتكم على طول على الفيس او على اليوتيوب باسم الشيف ماجد فوزي حمزاوي بعد كده من غير دقيق ولا اي حاجة لعجينة بتاعتي تبدأ تفرد معايا عايزين نحشيها حتى الفينو بتاعنا نحشي جبنة او نحشي اي حشوات زي ما تحبوا هنجربها قدام حضراتكم على طول حالة نهو زي ما عندنا شايفين اي نوع من الجبن والكلام ده كله او شوكولتات او مرباط نقفل عليه نفس النظام وبنعمل نظام ضغط رول كامل نلف الرول الفرادة موجودة في كل الافران او في المخابز لكن احنا في بيتنا نعملها بطريقة سهلة ومبسطة زي ما احنا شايفين رول كاملة فردنا العجينة بعد كده نبدأ نقفل بالراحة واحدة واحدة قدام حضراتكم بطريقة سهلة وبسيطة والقفل من تحت اضغط عليه ضغطة كاملة واسيبه يختمل حوالي عشر دقايق والصاج بتاعنا يكون صاج مدهون زيت او صنية الفرن عادي 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 اوه نبدأ ننزل وننزل بالكايزر ونسيبه يختمل ربع ساعة بعد كده نديله رشة مية او الحليب مع السمسم مع الحبة البركة اللي عايزه يسيبه السيدة مفيش اي مشاكل اللي عايزه يعمله باي حاجة باي حشوات بالزعتر باي حاجات جميلة مفيش اي برضو مشاكل مرة تانية الفين وهو هنفرد قطع صغيرة على حسب ما تحبي السا ندودش بتاع حضرتك تعمليه لأولادك للرحلات وللمصايف وللعشة وللفطار حاجات جميلة وخفيفة ولزيزة واقتصادية نبدأ نبدأ ننزل بعد كده بالرول نبدأ نعمل رول كامل ونضغط واحنا بنعمل الفينو بتاعنا اهم حاجة في الضغطة لازم يضغط كامل عشان يطلع معايا هاش ونفرر من جوه زي ما هتشوفوه الوقت ان شاء الله بعد ما نسويه كل حاجة بنجيبها قدام حضرتكم وبنسويها لكم عشان لازم نجرب الحاجة بدل مرة كذا مرة قبل ما نطلعها زي ما انتشايفين قدامها نراكم اهو نفس التكرار نسيبه واختمر حوالي ربع ساعة بالزبط بعد كده نطلع بالصاج التاني هات يا فوزي نعمل الفطيرة الجميلة بالجبنة صح صح يا فوزي نفس التكرار اهو قبل الهواء مباشرة على طول عاملينه برضو قبلها بعشر دقيق بالزبط بعد كده برضو بشوية من الحليب ونبدأ ننزل بعد ما اختمر معانا قاعد حوالي ربع ساعة على حسب ما يختمر وهندخلوا درجة حرارة الفرن 200 ما عنديش درجة حرارة عندي فرن ريات اشتغل على فرن الريات ما فيش اي مشاكل ابداعوا فن بتركات بسيطة وسهلة جدا الفرن قبليها بعشر دقيق يكون مسبق يكون يكون مسبق بعد كده نبدأ ننزل بالسمسم اللي حابب يحط سمسم حابة بركة حابب يكونوا سادة ما فيش اي مشاكل انتوا وروحككم اهم حاجة في التركة هي العجينة بتاعت في الاول بعد كده نشكل على كذا شكل او كذا صنف برضو 220 او 200 لمدة عشر دقيق ما بياخدش وقت خالص 220 وعشر دقايق ويبدأ التركة الجميلة او الحاجة الجميلة بتاعتنا تختمر وتبقى مزبوطة 100% بعد كده ندخل على المعجنات التانية او الشكل التالت معانا هي الفطيرة مشهورة جدا في الخليج بطريقة مبسطة بجبن كتير او بحاجات كتيرة بطريقة حلوة جدا وبقى ممتازة وفعلا طعمها بيبقى طعم تحفة جامد بنبدأ نفرد العجينة اللي عندي من كيلو دقيق شكلت 3 اشكال او 3 حاجات للفطار والعشة والرحلات الجميلة والمصايف الحلوة ويادي الفطيرة بالجبنة والزيتون الجبنة بتاعت بيبقى مطبوخة بالفلفل والزيتون والزيت الزيتون والتوابل اللي تحبوها مش حابين تعملوا بالجبنة وحابين تعملوا بأي نوة تانا او باللحمة المفرومة ما فيش اي مشاكل هننزل بيها ممكن بالسسيس وممكن باللانشون اي طعم تحبوه ضيفوه عليها ما عادة طعم يكون مادة سيلة ما ينفعش طبعا عشان العجينة ما تبص مني حتى في المرباط نفس التكرار باخد الجبنة بابدأ ألم الفطيرة بتاعتي بالعجين اللي معمول بحبة البركة وبالسمسم الجميل بالروايح الحلوة ابدأ اقفل قدام حضراتكم واحدة واحدة ابدأ اقفل وايجي عليها الرخامة وبإيديا اللي اتنين براحة اليد عم عزب ولا اسمها ايه اسمها ايه عم وليد براحة اليد كده وتبدأ تفرد وتضغط على القفل من تحت يقفل على الجبنة كامل عشان الحشوات بتاعتي يكون متوزعة وبارضو في صنية نفس التكرار الصنية مدهونة سمن مدهونة زيت معلش ما فيهاش اي نسبة سمن خالص ان شاء الله لنا في الكراسو والبتيه والبتونسة ليه والجتوهات لينا حلقات جاية كتير في المغبوزات موسوعة المغبوزات موسوعة كبيرة جدا جدا ما بتخلصي لان حرفتها او صنعتها بيبقى بطريقة سهلة جدا وبسيطة بعد كده اسيبها بعد ما بعملها بنفس بحشيها بنفس الحشو ادي باسيبها حوالي 10 دقائق وربع ساعة العجين معايا ارتاح بعد كده ابدأ اقول باسم الله على بركة الله وافرد في العجينة فردة كاملة لمدة حوالي سنطي السمك بتاعها بيكون سنطي عشان هتزيد معايا وترتفع بسم الله اضغط معجنات حشوات مختلفة فوق ما تتخيل بيبقى طعمها ورحتها جميلة جميلة بيتي حضرتك عملها بيديك لاطفالك والحبيبك للعشة للفطار للرحلات للمدارس كله شغال معاكم نضغط واهم حاجة عشان تطلع مع حضراتكم مزبوطة في البيت 100% لازم يكون الدقيق بتاعي دقيق متعدد لاستخدام ومن الافضل ان انا اجيبه من المخابز ده افضل شيء والخميرة والخميرة فورية الخميرة العادية ممكن تشتغل عادي بس احنا الخميرة الفورية عشان نشتغل بيها لازم نختبرها في الاول ونسيبها حوالي 10 دقايق مع السكر وال مع السكر والملح ورشة الملح والمية نسيبها 10 دقايق بعد ما تفور معانا عشان اضمن ان العجين بتاعي يطلع كويس وتطلع طعمها برضو حلوة ما فيش اي مشاكل اللي ما عندوش خميرة فورية الخميرة العادية بنجيبها بناخد حوالي نص معلقة من الخميرة العادية ونضيف معاها السكر ورشة الملح ومعلاق وكوباتين وكوباتين المية وندوبها كويسة الاول ونسيبها حوالي 10 دقايق على جنب الاول دي اسمه اختبار الخميرة عشان تطلع معاك المغفوزات مصدوطة مية في المية مش كل الدقيق اللي اشتغل به فيه دقيق ان شاء الله بإذن الله يكون لنا شرح كامل فيه دقيق فيه دقيق بيكون دقيق للكيك ودقيق للمغفوزات ودقيق للمعجنات كل حاجة وليها حاجة وكل حاجة بتطلب أكلها ألف هنا وشيفة طبعا ليكم عملنا الفطيرة بنفس التكرار وبنفس التركة الجميلة زي ما احنا شايفين اهو فردت بكل سهولة بالجبنة بتاعتها لو عم واليدي جبهنة وعم عزب زي ما انتم شايفين الجبنة والحشوات بالزيتون الجميل والفلفل مش هبان مش هبان يا عم واليدي زي ما احنا شايفين اهو بعد كده بالفرشة وابدأ قديها قبل الفرشة هجيب شوكة وابدأ اعملها فتحات عشان ما تختمرش اكتر من اللازم بالشوكة بسم الله وابدأ اعمل فتحات فيها بالشوكة كده وتعلامات كتير عشان ما تختمرش كتير هتقض حوالي خمس دقايق قبل ما اندخلها الفرن بعد كده هندخلها الفرن برضو على نفس درجة الحرارة مية وثمانية ميتين وعشرين او ميتين حوالي عشر دقايق بالزبط تطلع معانا احلى عشا واحلى فطار واحلى اكل للرحالات والمصايف نفس التكرار فتحات فتحات بسم الله بعد كده اجيب الحليب او بخة مية مش لازم لو ما حبيتوش تعمل الحليب ما فيش اي مشاكل بسم الله واحدة واحدة ما حضراتكم اهو رشة من الحليب بيخلي وش العجين او وش الفطيرة بيبقى طارية ما تكونش ناشفة قوي وههم حاجة تخلي بالكم من التسوية الفليزر لما نحط العجينة في الفليزر ده بتخلي الخامير تقف خالص ما تعملش ما بت النشاط بتاعها ما تكونش فيه خالص نشاط بعد كده بتطلعوها لازم تقف برضو شوية بعدين العجين بالذات لازم يكون برة التلاجة مش كل العجين اللي بيتحط في التلاجات في الفليزر يا أستاذة سارة تمام بعد كده نضيف السمسم اللي مش محمص فيه سمسم محمص بنضيفه في جوه العجين والسمسم الابيض النضيف الحاجة الجميلة بالرشات الحلوة من فوق تاني نديها تركة عشان نديها احلى طعم واحلى ريحة مع الجبنة بتاعتنا مع الزيتون مع الفلفل على حسب ما تحبه وتصنفه وتشكله وتبدعه حاجات خفيفة وسهلة واقتصادية 100% فأكلة بسيطة مصرية زي ما احنا شايفين اهو 10 دقايق في الفورن بالزبط او 7 دقايق على حسب درجة حرارة الفورن اتطاع حضرتك هتكون معاكم حاجة جميلة ومتازة وسهلة واقتصادية 100% في كل بيت موجودة في كل حتة نقدر نعملها بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية 100% مغبوزاتنا مش حاجة مكلفة كتير ولا هي حاجة بتاخد موجود كتير كل اللي علينا ان احنا نعمل شوية من الرياضة بعد ما بنعمل الرياضة بيكون لازم علينا ندي الطعم والتركة حلوة لوشوش أطفالنا وأحبابنا الكبار نطلع فاصل ونرجع للقاب كيك الشوكولاتة والفانيليا شوف هنعمل ايه نطلع فاصل ونطلعها بحضركم قبل الفاصل عملنا مع حضراتكم خليط النحل وعملنا الكايزر وعملنا الفينو عملنا مغبوزات 3 أشكال من المغبوزات أو 4 أشكال بطريقة سهلة وامبسطة أو بعجينة بسيطة جدا وسهلة جدا الملح رشة الملح مع 3 معلقة السكر مع معلقتين الزيت مع معلقة الخميرة مع كبايتين المية ودوبناهم كويس مع بعضيهم بعد كده رجعنا نزلنا ديء بالتدريج على حسب ما ياخد ديء المية أهم حاجة ان احنا دوبنا الحيات مع بعضيها طلعنا خليط النحل زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهو طبعا احنا كنا عملين على هاو مباشر بالجمال والدلع كله هتلاقوه هنا حاجة كطنية وجميلة بالشوكولاتات باسم الله باسم الله بالشوكولاتة ولسه طلع برضو من الفرن نفس التكرار هنطلعها سندوتشات جميلة وحاجات خفيفة ولذيذة من المعجنات والحاجات الجميلة والكايزر بتاعنا نفس النظام برضو عملنا قبل الهوى وهيطلع الوقت حالا قدام حضراتكم برضو اللي عملنا الوقت حالا من نفس النظام ومن نفس التركة الجميلة حاجات جميلة وسهلة ولذيذة لسا ده وتشات البورجر لسا ده وتشات الجبن لسا ده وتشات البنية كل الحاجات دي مع بعضيها جميلة ولزيزة وسهلة واقتصادي وقادي معانا المغوزات التانية تعالوا ندخل على الكوب كيك بطريقتنا الخاصة السهلة البسيطة نعملها بكل بساطة في الخلاط لو حضرتك عندك المكانة أو المضرب اشتغلوا بيها ما فيش أي مشاكل لو مضرب يدوي هيطلع معانا بنفس التركة وبنفس الطريقة معانا خمس بيضات متضف عليهم الفانيليا أو مية الورد أو البرتقان البودرة ده على حسب ما تختاروا ثلاث حاجات معاكم مية الورد أو الفانيليا أو بودرة البرتقان نبدأ ننزل نقول باسم الله على بركة الله نزلنا بالحليق نزلنا بالبيض مع البرتقان عصير البرتقان الجاف بعد كده ننزل كباية نص من السكر بعد كده نضرب الحاجات دي الأول مع بعضيها والمائدير قدام حضراتكم على الشاشة على طول بسم الله اضرب السكر معه هنضرب السكر معه البيض وإحنا بنضرب السكر مع البيض عشان يطلع معايا كاب كيك ممتاز وحاجة طريقة سهلة ومبسطة هنضيف كباية من الحليب بسم الله كباية من الحليب وانسيبها تضرب في الخلاط وفاصل الخلاط وزي الفل ما شاء الله شغل الكارب يا فوزي شغل الكارب زي الفل ومية مية شغل بسم الله لا هو الجن بتاعه فعلا فوزي هو كده احنا معتقاضين ان هو فعلا تخلاط فوز هو اللي بشغل وخلاص على كده احنا نعتزل بقى ماشي عم وليد ضربنا السكر معا ضربنا السكر مع البيض مع كباية من الحليب بعد كده هنضيف نص كباية من الزيت نص كباية من الزيت بسم الله واحنا بنضرب شغلين على طول بيض بتركة الجميلة نص كباية من الزيت بعد ما ضيفنا البيض وضيفنا السكر وضيفنا الحليب ضيفنا الزيت وننزل بيه مع ثلاث كباية من الدقيق وكس من البيكنبابر لو فيه رشة بيكربونات السوديوم هيبقى افضل واحسن بيخليها تركة حلوة وعالية وجميلة وقول له شكرا غير اللون بتاعه نبدأ ننزل بيه بسم الله شوفتوا المسحوق او المقادير بتاعتي كلها كاملة دابت مع بعضيها او تجنفت كلها مع بعضيها نبدأ نقلب الدقيق مع فين يا فوز الكبيرة ناخدناها ثلاث مرات او مراتين بالزبط وضيفنا عليها التالتة كس البيكنبابر بسم الله ننزل بيها اتفضل يا فن ماطلب يا السلام عليكم سلام عليكم ازاك يا شيخ مرحب بيك يمو صلاة زي ما احنا شايفين امو صلاة كل ما نرفع ايدنا تاسلم الله يحفظك كل ما نرفع ايدنا يمو صلاة كل ما يكون انتكت مع انا مزبوط اللهم ايمين اللهم ايمين ربنا يحفظك ويحفظ لك اهل كله عينينا حاضر الحارقة عينينا انا عاوز اسمعها النهاردة حاضر هقولك على طريقتها النهاردة اي شلم حط عليها شطة وارنين فيه في الحمر اتليها ماشاء الله الف مليون مبروك الف مليون مبروك الف مليون مبروك نقلب كويس تسلم يا ام صلاح وربنا الجزيك كل خير والف مليون مبروك وشكرا لاتصالك بعد ما ضربنا البيض وضربنا السكر وضربنا الزيت حوالي دقيقة بالزط أو دقيقتين بعد كده ضفنا الثلاث كبيات من الدقيق بسم الله ونضرب كويس بالمضرب بأدينا بالسلج بأي حاجة المهم ان احنا ما ينفعش ان احنا نحط الدقيق في الخلاط عشان ما نحرقش الخلاط بسم الله انزل هتديله رشة من بيكاربوناتو السوديوم حاجة بسيطة خالص الكاربوناتو بيعلي معايا الكيكة جدا وبطعمها حل كيكة البرتقان او اي كيكة 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 الشوكولاتة كل الكيكات كلها بتركة بنفس التركة اهم حاجة في الكوب كيك ان انا بعد ما اصبه يقعد حوالي خمس دايب الزط بعيد عن الفرن نسيبه شوية ارتاح لعجينة بتاعته عشان تطلع كوب كيك مظبوط وما يشققش من حضرتك ويطلع بتركة سهلة وبسيطة كل واحد كل شيف وليه طريقة وكل الشيخ وليه طريقة عبد الرحمن سلام عليكم قالوا سلام عليكم قالوا يا شيء ازيك يا عبد الرحمن ازيك يا عبد الرحمن عملك والله الحمد لله عامل كيكة عبد الرحمن تعالى كل والنوع عليك وعليك يا حبيبي تسلم عندك اي سؤال اجلي جميل انت اللي عسل نقلب تقليب تسلم ايدك على حكلاتك الحلوة تسلم يا حبيبي الكاكاو تسلم يا حبيبي شكرا لك يا عبد الرحمن وشكرا لزوءك الجميع ربني يحفظك ويزيدك يا عبد الرحمن عندك اي سؤال ايوة قول سؤالك طريقة البدة البيت زعنين يا حبيبي حاضر تحت امرك يا باشر مقدر الكايزر هنزل قدام حضراتكم على طول تاني وتالت ورابع نطلع بفاية شكرا لاتصالك يا عبد الرحمن شكرا لك يا حبيبي كده احنا عملناها فانيليا بالبرتقان او بالفانيليا مفيش اي مشاكل كده اليون الابيض عايزين نشكل بقى كزا شكل او كزا طريقة او كزا تركة براحككم شكل فيه زي ما انتم عايزين نحشي شوكولاتات نحشي كريمات بستري مفيش اي مشاكل والمعدير الكايزر قدام حضراتكم الناس اللي طلبت للكايزر قدام حضراتكم على طول في كزا اشكال طبعا للكايزر كتير نبدأ ننزل باقي بالورقة بالورقة بتاع الكوب كيك على الفورمة بتاعتنا بسم الله السلام عليكم سبقت المرحب بيك يا اكبال مرحب زي حديدك يا شوف ناجي الحمد لله يحفظك تسلميل الله يحفظك مرحب بيك يا مرحب بيك يا مامة روان مرحب بيك مرحب بيك ومرحب بروان اخباركم وازي احوالكم ربنا يحفظكم تسلميلي 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 ربنا يحفظك ده من زوك والله ربنا يزيدك تسلميلي ربنا بارك فيك يا رب تسلميلي ربنا بارك فيك يا رب تسلميلي ربنا يحفظك يا مرحب بيك تسلميلي ربنا يحفظك يا مرحب بيك تسلميلي ربنا يحفظك يا مرحب بيك تسلميلي ربنا يبارك تسلميلي ربنا يبارك اعرف طريقة الهاريسة الدورة الهاريسة الاسكندراني اللي عاشت دورة? اه. عينينا حاضر عينينا حاضر. حاضر تحت. تحت امرك. اللي بعتولي الجاز يا مروان. عينينا. اللي انت عايز على عينينا ليك يا ستكول. تحت امرك. تحت امرك. حاضر حاضر. على طول الشكرة ليك وشكرا لاتصالك. ربني حفاظك حفاظ لك. عال السلامة. افصل يعني. طيب. نستعجل ليه. بعد كده. ماشي يا برينز. بعد كده بعد مقلبنا. هنبدأ ننزل بالكوب كيك ناخد. عايزين نعمل منص شوكولاتة نص كريمة. مفيش اي مشاكل عايزين نعمله فانيليا بس خالص. ونشكله بقى بالتشكيل الكريمات الحال والجميل. زي ما احنا شايفين اهو شفت العجينة عاملة ازاي? هاد العجينة. القوام بتاعها. قوام جميل. واخد كل الترتيبات بتاعتها من السكر ومن البيض ومن الحليب. ومن الزيت. ومن الدقيق. الدقيق منخول كل ما اتنخل او كل ما نعمله بالمنخل او باي حاجة. يطلع معانا بترك حلوة ما تطلعش معجنات من جوه. هتخش على درجة حرارة مية وتمانين لمدة نص ساعة. بناخد حوالي تلتين البتاع العجين بالزط زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهو. كاميرا الجمع. وننزل بيها على الصينية. في طبعا اشكال كتير الكوب كيك منها الالمونيا ومنها ال الاشكال كتير بتباع وبتمن بسيط ورخص جدا. ننزل بيها. بسم الله. اشكالها والوانها وتركاتها وحركاتها لحاجات الجميلة الخفيفة اللذيزة. اللي تطلع مع المغبوزات. اللي بيخلي لون اللون الاصفر للكيكة هو صفار الزعفران او البودرة البرطقان اللي تباع. تباع جاهزة عند خيمات الحلواني وفي المحلات وفي السوبر ماركات كل حاجة شغالة معاكم. بسم الله اهد القاب كيكة اهو. ست الكل يا مرحب بيكي. قالوا سلام عليكم. مرحب بيك يا ست الكل. مرحب يا حبيبي. ازيك يا حاجة ازيك يا ام يا غال يا ربنا. ربنا يحفظك ويزيدك يا رب وبركلي فيك. الله ينور عليك في الحاجات تسلميلي تسلميلي يا ام يا غال يا ربنا يحفظك وبركلي فيك يا رب. تسلميلي. علي الصلاة والسلام ربنا يحفظك ويزيدك يا ست الكل هات هات. هات. زي الفل. وانت الكمال الصح يا ام يا غال يا ربنا يحفظك ويزيدك وبركلي فيك يا رب. الله ما آمين الله ما آمين يا سيت الكل ربنا يحفظك ويزيدك يا رب وبرك الي فيك يا رب تسلميلي يا أمي يا غلية تسلميلي تسلميلي ربنا يحفظك ويزيدك مش تعال وافوزي معشان كده خلاص تعال عشان انا أقراب تراوح تعال يلا ها سلم如果你 لا عندك سلميلي عictionها بطريقة سهلة ومبسطه واقتصادية ضربنا الكوب كيك خمس بضغط مع كوباية ونص من السكر مع نص كوباية زيت مع كوباية من الحليب ضربناهم حوالي دقيقة او دقيقتين اول ما تطلع خليط النحل زي ما احنا شايفين اهو هاتل بتاع المغازات تاني هاتل كاكاوه هاتل كاكاوه هاتل بخليط النحل ابدأ ارشها بالبخاخ بسم الله عشان اديها اللمعة وتخلي الوش طريق يبقى احنا حقا قبل ما نحطها او قبل ما نضيفها في الفرن بفن عليها الحليب او رشة الميا زي ما احنا شايفين البخار طالع بالروايح الجميلة الحلوة بحشواتها في الشوكولاتات او في المرباط او سادة او بالجبنة زي ما انت عايزين بخها كده جميلة وينسيبها مع اخوتها امو مارينا سلام عليكم الزكية امو مارينا مرحب بيك امو مارينا ستكل اينينا حاضر ايه نفس الطريقة الكيكة الاسفنجية امو مارينا حاضر انا اقولك على الطريقة بتاعتها حالا ايه بتتعمل بتلاب بضاط الكيكة الاسفنجية تلاب بضاء جوبك عليها حالا حاضر تحت امرك شكرا انتصالك يا فنم شكرا لك الكيكة الاسفنجية نفس الطريقة نفس التكرار بتلاب بضاط وكباية نص من السكر ونص كباية سمن على زيت سمن على زيت وبيتضاف عليها كباية من الحليب نضربها برضو في الخلاط او على المكنة في محسن كيك بيتجاب بيتباع عند الخامات الحلواني ممكن نحط نص معلقة بيدي برضو تركة اوه بيعمل بوليو للعجين بتاعي بطرقها حلوة وكتير بيكون كتير بعد كده بنضيف حوالي كباتين من الدقيق على كزم بيكون بودر هاتل كاكاو يا فوز الكاكاو على كسم من البيكون بودر على كسم من البيكون بودر ونضربه هتلع معاكم بالطعم الجميل الحلو اللذيز خليك معا يا موليد طلقت بعد كده لو عوزنا نضيف الكاكاو بنضيف حوالي معلقة من الكاكاو على العجين بتاعنا بعد ما خدنا الفانيليا بنضيف عليها الكاكاو الكاكاو بنضيف معانا الكاكاو الكاكاو يا فوزي طريقة عمل الكاكا تمام اللي عليا العسل تمام تمام ما اسمعتاش على الراوان هنعمل يا ان شاء الله فين الكاكاو يا فوزي هاتم مية في المية. طبعا فيه عطلة في الكاكاو. شكرا لك يا فوزي. ان شاء الله مرفوض النهاردة. عشان اريحك من عمك وليد بها عشان ترتاح. استاذ محمد سلام عليكم. احسن الناس واهل الشرقية وارحب بيك. انا اسعد واحد انا بتكلم حضراتك. والله انت انا اسعد بيك والله العظيم شكرا استاذ محمد. انا احفظك يا استاذ محمد. ربنا يزيدك وباركلي فيك يا استاذ محمد تسلام لكل من زوقك. كلك زوق والله العظيم مش يعني انا فرحتك بنا جدا انا بكلام حضراتك. والله العظيم انا اكتر ربنا يزيدك وحفظك يا فتستملك استملك. انا بس باش لي يا سؤالين بس انا كتخطوة بنتي وبجمع. وعايز مصر كلها تهنين لخطوة بنتي والله. الف الف مليون مبروك يا غال. الف مليون مبروك. من قناة الصحة والجمال يا باشي احنا بنبركلك والف الف الف مليون مبروك. انا واحد من حبيك قناة الصحة والجمال فعشان كده بحب باشترك. يعني بفيش اسقالة بس بحب باشترك يعني. يا رب. يا رب. يا سعدت الباشا انت تحت امرك يا غالي. ومليون مبروك لبنتك. مرفوض ان شاء الله هتشوف. الف مليون مبروك يا غالي. ربنا يحفظك ويزيدك وربنا يباركلك في اولادك. ودايما تسمع عنهم دايما سماع خير. الف الف مليون مبروك. هندخل الكوب كيك حوالي ربع ساعة بزات او نص ساعة نص ساعة على درجة حرارة 180. مفيش درجة حرارة بيكون مفيش درجة حرارة بيكون في نص الفرن نص الفرن نضيف عليها نص الفرن. ونخلي الفرن يكون مسبقا قابليها بعشر دقايق زي ما احنا شايفين اهو. بتطلع الكوب كيك حاجة جميلة ولزيزة طبعا احنا عملناها بنفس الطريقة وبنفس التركة هنورها لكم بعد ما بتطلع على طول وتبرد لازم تبرد خالص عملنا منها الفانيليا وعملنا منها الشوكولاتة مع شوية العصير الجميلة والتشكيلات الحلوة بالكريمة تفرحوا بيها اطفالكم واحبابكم زي ما انتم شايفين اهو الجمال والدلع كله في اعياد الميلاد من غير اعياد ميلاد في العشا في الفطار في كل حاجة تفرحوا بيها بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية من خمس بضات وكوبية ونص من السكر خمس بضات وكوبية ونص من السكر وحوالي نص كوبية من الزيت وكوبية من الحليب ضربناهم مع بعضهم مع الفانيليا او مع مية الورد او مع بدرة البرتقان بعد كده خلنا حوالي دقيقة بالضبط في الخلاط نزلناها ونخلنا عليها تلات كوبيات من الدقيق كس من البكنبودر رشة من البيكاربوناتو السوديوم البكاربوناتو السوديوم بتساعد معايا ان الكيكة تكون هاشة جامد وحتى اي ان كان التسوية بتاعتي بيكون بعيفة او عاملة او ان افتح لها لفرن مرة ما تهبطش مني خالص وتطلع الملمس بتاعها ملمس ناعم وجميل هنشوفها قدام حضراتكم بطرقة سهلة وعملنا القيزر وخلية النحل وعملنا المغبزات ومحمد السلام عليكم السلام عليكم ازاك يا محمد مرحب بيك او مورينا او مورينا محمد مرحب بيك اهي محمد سلام عليكم او مورينا باش اهي زي ما احنا شايفين او مفرغ المجوية محمد اي زي ما انت شايفها او مورينا سنت الكل مرحب بيك شكرا لاتصالك يا فنم شكرا لاتصالك ودي الشوكولاتة اللي فيها بطريقة سهلة ومبسطة بنجيبلكم بكل طريقة او بكل حاجة سهلة علشان نقدر نعمل كل الحاجات في بيتنا بحاجات سهلة وامكانيات سهلة وخامات سهلة موجودة في كل البيوت اهم حاجة في تريكة المغبوزات ان يكون الدقيق والخميرة يكون معايا مصبوطين واهم حاجة في تريكة الكيك يكون معايا البيكينبودر والدقيق نوع تاني غير المغبوزات الدقيق بيكون دقيق عادي جدا طبعا مش نقدر نور على الاسامي اللي عايز يشوف الاسم بتاع الديئي يكون يدخل على اكلة بسيطة مصرية على الفيس او على اليوتيوب واحنا نرد على كل الاسئلة سلام عليكم شروق مرحب شكرا لاتصالك يا فنن قالوا السلام عليكم بسلي 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 احسن المغبوزات اهم حاجة في المغبوزات الديئ زي ما اتفاتت مع حضراتكم يكون ديئي متعدد لاستخدام او يكون ديئي من المخابز بيكون بطريقة سهلة على كل كباق على كل كيلو من الديئي لو حبيتك جرر بتنص كيلو ما بيش مشاكل بيكون حوالي كبتين من الميا ما تضاف عليهم معلقكين من الزيت قالو سلام عليكم شروق مرحب قالو. قالو سلام عليكم شروق ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ ازيك يا شروق مرحب يا سولة الله ينور عليك و عليك يا حبيبي تسلمي لي تسلمي لك على الكابكات تسلمي يا حبيبي تسلم تسلم وكابكات جميل اول انت عالسولة وقا crية لانت عملت كميل انت عالسولة يا شروق شكرا عندك اي سؤال الله اه نور الشاشة والله شكرا يا حبيبي ربنا يحفظك ويزديدك يا رب ويبارك فيك تسلميلي شكرا يا حبيبي شكرا شكرا اتصال ادي ايه كيلو من ادي ايه القيزر او خليط النحل بنعملها بنفس المعجنات او الفطاير بتاعتنا الجميلة زي ما احنا شايفين هتطلع برضو نفس التكرار بالحاجات الجميلة بقى والدلع مع الجبن وال زي ما احنا شايفين اهو مفره وجبنة سايحة جبنة نايحة اما حاجة نقفل عليها خالص اما حاجة نقفل عليها احشوها اي حشوات زي ما انتوا عايزين بالجبن والحاجات الحلوة الجميلة تطلع معاكم بتركة سهلة ومصبوطة كلهم ندي ايه بيتضاف عليه تلف معالق من السكر رشة ملح معلقتين من الزيت معالقة من الخميرة واندربهم ندرب الخميرة مع الزيت مع السكر مع رشة الملح مع كباتين المياه ندربهم كواس مع بعضهم بعد كده بننزل بالدق تدريجيا بعد ما ننزل بدي ايه بننزل عليه بالسمسي محبة البركة السمسي يكون محمص بيدي تركة وطعم حلو جدا ومصبوط مية في المية بيكون حاجة كويسة تطلع عبدالسهوة طب يلا بيكون بتركة حلوة هات 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 يا فوزي الله يبريك طلع 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 بيكون بتركة سهلة ومصبوطة بنعجينا بنخدم خدمة كويسة جدا بنسيبها حوالي عشر دقايق عشر دقايق تختمر او انسيبها عشر دقايق لو حبيتوا تسيبوها ماشي حبيتوا تقطعوها وتسيبوها بنفس التفصيل او بنفس التركة بنسيبها في الصينية بتاعتها او الصاج بتاعها العشر دقايق بعد كده بنلمعها بالحليب او بالمية والسمسم وحبة البركة هتطلع معانا بطريقة حلوة سهلة واكتصادي البسيسة بمرتانة هنعمل كل تمام زلفل والروان انت عايزة الروان واده اول ما بتطلع على طول اول ما بتطلع لازم نبخها بالبخاخ بالفرشة والكوب كيك كوباية ونص من خمس بضات كوباية ونص من السكر نص كوباية من الزيت نص كوباية من الزيت متضاف عليها كوباية من الحليب بنضربها في الخلاط شوية بعد ما بنضربها في الخلاط بعد ما بنضربها في الخلاط بننزل بتلت كوبايات من الدقيق متضاف عليه كيس بكنبودر بتضاف عليه والما ادري الكوب كيك قدام حضراتكم ما اقدامها على الشاشة على طول اهو. وايه دي. ايه الحاجة الجميلة اللي مش عايز اللي هتطلع زي الفل ايه. ام ام اعزب. زي ما احنا شايفين اهو. بالجمال والدلع فين السكينة يا فوز. برضو مش لقى السكينة. ولا كاكاو. لسه طلعة طازة من الفرن. بتركاتها الجميلة والجبنة والزيتون. والجبنة والزيتون. وطبعا لسه سخنة. عالجمال. والدلع كله. هتلاقوه في الصحة والجمال في اكلها بسيطة مصرية. بطريقة سهلة واقتصادية مية في المية. عملنا خليط النحل وعملنا الكوب كيك. وعملنا الفطاير والمعجنات كلها من عجينة واحدة ومقبوزات واحدة. سهلة واقتصادية. ان شاء الله كل يوم اربع باذن الله تابعونا. كل ما هو جديد هنجبهولكم. ولو حبيتوا تختاروا اي اكلة او اي نوع من انواع الحلويات. ابعتونا على صفحة البرنامج. اكلة بسيطة مصرية على الفيس او على اليوتيوب. باسم الشيف مهاجد فوز حمزاوي. يارب يكون حلقتنا كانت خفيفة على قلوبكم. خفيفة على جيوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة